وعلى رغم من الإجراءات المشددة التي تقوم بها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية إلا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد مستمرة فالحلول ما تزال بيد المواطن من خلال التزامه بإجراءات الوقاية من أجل القضاء على هذا الوباء الخطير الموقف الوبائي في البلاد يسجل ارتفاعا بحالات الإصابة ويبدو أن الحلول ما تزال بيد المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية التي تعد هي الآن العلاج الوحيد لتفادي انتشار وباء كورونا بحسب مختصين الموقف الوبائي خطر لا زال ونتوقع زيادة بالحالات مستقبلا إذا بقي هذا الالتزام الضعيف بالإجراءات الوقائية وذلك على المواطن يعني إحنا صح خففنا الحظر رعاية الجوانب الإنسانية للمواطنين ناحية المعيشة ولكن كان بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم تعميمها على كل مؤسسات الدولة سواء الإجراءات الوقائية داخل الأسواق الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات هذه الإجراءات الوقائية تطبيقها ضعيف إجراءات جديدة وبروتوكولات علاجية تتخذها وزارة الصحة لخفض نسبة الإصابة وزيادة نسب الشفاء أتت بثمارها الأولية نتوقع هذا العيادة للزيادات ونتوقع أكثر من عدة بسبب عدم التزام بعض من المواطنين بإجراءات الحظر التي كانت تقوم بها دوار الصحة ومتمثلة بوزارة الصحة والإجراءات التي هي توعد الاجتماع وارتداء الكفوف والماسكات خاصة في الأماكن المزدحمة رسائل أرسلت من قبل بعض المواطنين لحث المجتمع على أهمية الالتزام والتعاون للقضاء على فيروس كورونا من بغداد من نتولاه ظاهر العراقية الإخبارية